موسيقى لليوم الرابع يفتح معرض مسقط الدولي للكتاب أبوابه لزواره ولليوم الرابع يتواصل معكم برنامج الفهرس من المعرض وليس تماما عنه فالطريقة الأمثل للتعرف على المعرض بزيارته والتجول بين دور النشر وأروقته نحن معكم عن الكتاب عن الحب والموت والعلوم وعن الكتابات والنتاجات الأدبية والفكرية فيها في حلقتنا لهذا اليوم سنتناول القرية الهندسية كيف بسطت العلوم والتكتولوجيا للقراء عائشة السيفية تحدثنا عن ديوانها أحلام البنت العاشرة ولدينا وقفة مع الروائي سعود السنعوسي وروايته فئران أمي حصة كما أننا سنتوقف مع الكتب والمخطوطات وكتاب شمس البيان في الأحكام والأديان تابعونا 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 اشتركوا في القناة القراءة مفتاح سحري لعوالم مغلقة نجهلها وتغيب عنا حقائقها ولا نملك كشفها ومعرفتها إلا بالقراءة بحق هي مفتاح سحري للحياة عند التفكير في هذا الكون الشاسع بكل خفاياه وتفاصيله المذهلة التي لا نعرف عنها إلا النزر اليسير كيف سنعرف تفاصيلها بدون القراءة بدون هذا المفتاح السحري للكون وللحياة أتذكر أنني بدأت القراءة متأخراً في مرحلة الثانوية في مكتبة المدرسة ثم في مكتبة النادي قبل أن تبدأ الكتب تتسلل إلى غرفتي والبيت الذي تربيت فيه كنت أشعر بسعادة غامرة وأنا أشير إلى كتبي التي لا ترتبط بالمدرسة أشعر بالاختلاف الذي يمنحني إياه الكتاب ولأن تلك الكتب التي كنت أملكها في تلك الفترة قليلة كنت وثيق الصلة بها القراءة مشروع كلما بدأ مبكراً أزهر وأينع ثماراً ونضجاً في الشخصية ولأن القراءة مشروع فهي تحتاج إلى خطط وتصميم ومثابرة وجهاد مع النفس حتى تقتنع بجدوى هذا المشروع يخلق بعضنا مقبل على مشروع القراءة فيبدع فيه ويحتاج البعض الآخر أن يكتسب المهارات اللازمة ليحقق نجاح هذا المشروع للأسف في المقابل يعزف البعض عن القراءة لأسباب وأعذار واهية وهم بذلك يفتقدون إلى متعة مهمة لكشف العالم والكون من خلال القراءة يحتاج الأبناء اليوم إلى أن يبدأوا مشروع القراءة مبكراً لكي يدركوا حقيقة القراءة وفوائدها ولكي يكتشفوا ما يمكن اكتشافه من هذا الكون الفسيح موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هناك العديد من الدول المشاركة في المعرض التي تعرض كتبها ونتاجاتها زميل محمد المهري عودنا ان يأخذنا في جولة يومية لدور النشر وهذه الاجنحة اليوم هو في جناح سوريا مساء الخير محمد مساء الخير دكتور ومساء الخير ايضا لكل مشاهدين الكرام اليوم اخذناكم هكذا في رحلة الى الشام هذه الشام الجميلة التي تتمتع اكيد من قومات سياحية ولكن ايضا بمرتكزات ثقافية وكتابية وهي من المكتبات الجميلة التي كانت داعية ولا زالت داعية للقراءة وحب هذا الكتاب نأخذكم اليوم في هذا الجناح السوري نتعرف على هذه الدور النشر التي شاركت وهي من ضمن 650 تقريبا دول نشر مشارك في معرض مسقط للكتاب 21 في 2016 معي الستاذ عبد الرحمن الحاج علي وهو ايضا من دار النشر هنا المشارك في معرض مسقط الدولي ومشاركتهم تقريبا من بدايات معرض مسقط للكتاب السلام عليكم السلام عليكم السلام اهلا وسهلا فيك استاذ كيف الصحة ان شاء الله بخير مساء الخير مساء النور يا اهلا وسهلا بي يعني كتبكم فيها تنوء جميل يعني نتحدث عندما يحلو المساء وحمسة في اذن شاب وايضا دموع على سفوح المجد ومن هنا نبدأ وصول الاقتصاد الاسلامي كثير هو التنوء حدثني السادة عبد الرحمن عن مشاركتكم والله المشاركتنا في معرض سلطنة عمان من اهم المعارض اللي يشارك فيها صراحة بالعالم العربي ولمسنا ونلمس دائما انه في سلطنة عمان شعب قارئ الحمد لله ومن معرضنا الناشحة الحقيقة في الوطن ومثل ما تفضلت وذكرت نحن نتم بالكتب التربوية والاجتماعية والفقهية الاسلامية والرواية ايضا وحتى الاقتصادية الاسلامية وبالكتب التنمية البشرية التنمية البشرية مهمة عنا وايضا بالروايات والرواية كما ذكرت من هنا نبدأ رواية رائعة للدكتورة هانادي شيخ نجيب للدكتورة لبنانية ورواية ايضا الدموع على صفح المجد خليه ما شوفك سيد عبد الرحمن حبيبي ايه حبايبي دموع على صفح على صفح المجد كمان رواية مهمة يعني الدموع عادة يعني يتحدث القاري ربما او المشاهد الكريم لان ان الدموع عادة تنقسم الى دموع حزن ودموع فرح نتمنى دائما ان تكون هذه الدموع دموع فرح ولكن عندما تكون هذه الدموع تتهاوى على صفح المجد فهي اكيد مرتبطة بعزة وشموخ روايات كثيرة جدا ايضا عندكم في هذا الجناح قبل ما نصور ايضا كان هناك كثير ايضا من الراغبين ايضا في شراك كثير من المجموعة القصصية او هذه الكتب الجميلة انت كشخص في المكتبة ورائحة الورق والطباعة والنسر وهذه الصناعة الجميلة الادبي للكتاب كم تقريبا انت في المكتبة صدر الحقيقة صناعة الكتاب من اجمل الصناعات تلك كم تقريبا خمسين عام دار القلم دار القلم العام القادم تحتفل بميلادها الخمسين اذا كل عام انتم بخير انتم بخير ان شاء الله سيد عبد الرحمن من خلال ايضا وجودك في الكتاب المجتمع العربي او الشاب العربي مش فقط من خلال معرض مصر الدولة الكتاب ولكن من خلال مشاركاتكم المختلفة هل ربما عندنا نحن اليوم سؤال موجود ايضا في التويتر على حساب برنامج الفهرس هل زاحمت القراءة التقنية او التواصل اللوحي او ربما نقول هذا التصفى الكتروني الكتاب ولا لازالت الامور هكذا تتراوح بين التعادل وربما احيانا تبقى هي رغبة خاصة او دوايات خاصة عند الناس نعم نعم اول ما ظهر التواصل الاجتماعي واليوتيوب والجوجل وكذا قالوا انه الكتاب سينقرد ولكنه سيبقى هو باقل وباقل وسيبقى اكتر والان نجد نسبة القراء اكتر يعني من السابق حقيقة يعني خاصة انا بيلمس بسنطنة عمان اطفال تقرأ هذا هذا ما وجدناه يعني بهذه الكمية والكثرة الحمد لله يمكن نحن عندنا الان ينتظر اطفال وفيه تشجيع كمان من الدولة الكريمة للاطفال عبد الرحمن ماذا تقرأ انت الله انا اقرأ الان اقرأ بالرواية بديت فيها رواية دموع انا اقرأ مثلا في قلوب تهوى العطاء هذه سلسلة استاذ حسان شمسي باشا سلسلة كاملة عندما يحلو المساء وقلوب تهوى العطاء وهمسة في اذن الشاب اكيد هي منوعات يعني اكيد هي منوعات يعني كثير اذا نحن نقول نحن نقول سلسلة عبد الرحمن حمسة ايضا لك حمسة لك ولكن حمسة هكذا يسمح الكثير وشاهد الكثير حمسة شكر وتقدير وتقدير جاد لهذه الدور الذي تقوم بهذه الدور النشر من سوريا الحبيبة للمشاركة في معرض مصطط الدول الكتاب في نسخة الـ 21 ونقول ايضا لكل من يتابعنا نتمنى ان تكون قلوبكم دائما تهوى العطاء شكرا سلسلة الرحمن انا احب احب اشكر سلطنة عمان واسأل الله ان تبقى منارة للعلم للعلم والمعرفة والثقافة وتبقى راية خفاقة باذن الله والشام كمان تبقى في عطاءها في صناعة الكتاب والعلم شكرا سلسلة الرحمن شكرا جزيلا لكم عزي المشاهدين هكذا لازم معكم في الفارس ولكن مباشرة الى زاوي اخرى وهي استوديو الفارس والزميلة الدكتورة مباشرة اليك دكتور شاهدين موضوع العلوم دائما ينظر اليه على انه موضوع معقد وصعب كيف يمكن ان نحبب العلوم ونبسطها للنشأ هذا موضوع حديثنا اليوم وعن القرية الهندسية معنا الفاضل فهد بن سعيد السابي مرحبا بك فهد الرئيس التنفيذي للقرية الهندسية مرحبا بك فهد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى صحبه يا جمعين مرحبا بك دكتورة ومرحبا بجميع المشاهدين اللاكارة حياكم الله يعني القرية الهندسية واضح انه عنوانها في مجال يختص بالعلوم فما هي بالضبط القرية الهندسية مؤسسة القرية الهندسية مؤسسة عمانية عربية تأسست في 2011 من الاسم مثل ما قلتي هي تخصصة في المجال الهندسي حيث انها تصنع فارق في المجتمع العماني ومن ثم العربي ومن ثم العالمي في مجال اللي هو الهندسة في الإلكترونيات والبرمجة يعني هي ليست مؤسسة أهلية أو فل هي ليست هيئة أهلية هي عبارة عن مؤسسة تشتغل في مواد يعني تبسط العلوم وتشتغل عليها عزرا ما سمعت سؤال يعني هي ليست جهة خيرية بضبط هي القرية الهندسية مؤسسة تجارية لها أهداف في المجتمع بحيث انها تصنع فارق من خلال اللي هو الدورات اللي تقدمها من خلال المناهج اللي تقدمها بحيث انها دائما نسمع نحن في المجتمعات المتقدمة ان التقدم اي مجتمع مبني على التكنولوجيا ومبني على ان ما ينتجه اي مجتمع من تقنية فلو حللنا عن المجتمعات العربية وما أضافته في مجال التكنولوجيا العالمية راح تكون المعادلة بسيطة جدا جدا فالقرية الهندسية من 2011 انطلقت في مجال تدريب الكوادر مثل ما مثلها اللي هي الدول المتقدمة الصناعية فألفت مؤلفات في البرمجة بحيث انها تصنع فارق دائما نحن مقولة يعني اشتغالكم في الكتب سننتقل للكتب بالتفاصيل لكن اشتغالكم في الكتب فقط أم لديكم أعمال أخرى تقومون بنا؟ في عندنا عدة خدمات نفسها يعني مثلا الأشياء اللي اشتغلنا عليها دورات التدريبية أيضا اشتغلنا على التأليف الكتب أيضا اشتغلنا على مثلا في الأمور الصناعية أنتجنا مثلا في شهر ثمانية أول مبرمجة عربية يسمها بي فور كي اللي هي تساعد الطلبة الناشئة على أساس أن البرامج اللي موجودة في الكمبيوتر يتحكموا فيها بالقطة الإلكترونية كمقسات حرارة إلى أخرى في هذا الجارب إذن دعنا ننتقل إلى موضوع الكتب وأنا أجد لديك كتب ليس فقط بعناوية مختلفة ولكن بألوان جذابة بالضبط الواحدة من ضمن الأشياء اللي تسعى لها القرية الهندسية أن تحول كثير من المواد التي هي البرمجية طلبت الجامعات والكليات متعقدين أو أن مثلا لهم ذكريات مش طيبة فالقرية الهندسية أخذت كيف ممكن أن العلم يكون بحاجة ممتعة مسلية فمثلا على سبيل المثال نبدأها بالسي بلس بلس طبعا يعتبر أول مؤلف عماني في السي بلس بلس أيضا لو أخذنا الكتب العربية الحالية المتوفرة راح نشوف كثير منها عبارة عن كلام كثير القرية الهندسية عملت هذا المؤلف ولكن ركزت على أساس أن يكون الفن وطريقة توصيل المعلومة تكون ممتعة وبطريقة مسلية إلى آخر بحيث أن يكون في شرح توضيحي شرح توضيحي بالكامل لدرجة أنه فيه تحدي يعني كلام أقل وفي شرح توضيحي بضبط يعني لو تلاحظ أن الصور هي أساسا أكثر من الكلام نفسه وبسلوب بألوان جميلة بحيث أنه دائما سر للإبداع يكون إذا شخص حس أنه مرتاح أو مستانس بالشيء كلها في برامج الكمبيوتر الكتب التي تؤلفونها كلها في برامج الكمبيوتر كلها في برامج الكمبيوتر بالإضافة لمسألة التي هي أيضا إلكترونية يعني مثلا هذا احترف سكراتش أيضا كتاب أن لفت القرية الهندسية للناشية للأعمار سبع سنوات فما فوق عشان كذا في صورة قطة تحت عشان كذا في صورة قطة تحت طبعا هذا السكراتش هو برنامج أمريكي من جامعة مايتي الأمريكية القرية الهندسية ألفت عليه أول مؤلف عربي عرض في شهر خمسة في المكتب الإلكترونية لجامعة مايتي طبعا هذا الشيء نفتخر فيه ولله الحمد أن الكتاب العماني أن يصل إلى جامعة من أفضل جامعات العالم طبعا هذا يشرح لك برمجة عن طريق البلوكس نفسه هذا لأي عمر هذا الكتاب؟ هذا نحن نتكلم عن عمر سبع سنوات فما فوق سبع سنوات قبل أن ننتقل إلى موضوع كيف وجدتم الإقبال على هذا الكتب هناك من يقول أن مواضيع الكمبيوتر عادة مواضيع تطبيقية من الصعب تعليمها عن طريق مواد نظرية وأن الأطفال يتعلمونها بالذات الأطفال يتعلمونها بالاستكشاف والمحاولة يعني كيف تجعل الطفل عمره سبع سنوات يقرأ هذه التعليمات وهذه الإرشادات في كتاب؟ طبعا مثل هذه الأشياء البرمجية نحن كمهندسين نتعلمها في الجامعة في سنة ثالثة رابعة لتخصصاته هندسية فلكن لو أنت عملت الطريقة أو المادة حولتها إلى لعبة الطفل ما راح يكون عنده أي ممانع أنه يتعلمها خلونا نضرب مثلا مثال على اليوم أطفالنا لما يمسكوا التليفونات معاهم في طريقة استخدامها في أشياء نحن ما عالبانا وما عندنا فكرة عنها موجودة في تليفوناتنا من تقنيات في القرية الهندسية أخذت هذه المبادرة التي هي تدريب وتدريس ونشر ثقافة البرمزة في المجتمع ليش؟ علشان أن يكون المجتمع العماني من أفضل المجتمعات العمانية ومن ثم أيضا نتجاه إلى المجتمعات العربية المنتجة أيضا للتقنية والبرمزة طيب ما فكرتوا أن تنقلوها من موضوع كتاب إلى طريقة أخرى وسيلة أخرى للتعرف بها بالذات للمرحلة العمرية الصغيرة في أغلبية الكتب القرية الهندسية إذا كانت مثلا هي عبارة عن يلهى ارتباط بالإلكترونيات مثلا أن الطالب يتحكم بسيارة عن طريق البلوتوث مثلا على سبيل المثال فلابد منها يعني ولا كتاب من هذا الكتب عبارة عن قصة أنت تقراها أو عبارة عن كلام أنت تقراها حتى الكتب مثلا السي بلس بلس هي برمجة فأنت تستخدمها لكن عبارة عن كتاب تطبيقي عملي داخل الكمبيوتر دائما المقولة تقال أن أفضل أنواع التعليم التعليم اللي صاحبها التطبيق فجميع المؤلفات القرية الهندسية اللي وصلت إلى الآن تقريبا أكثر من 14 مؤلف علمي تعتبر الوحيدة حاليا في عمان نفتخر بها بحيث أن تقريبا ثلاثة منها تعتبر الأول عربيا طب دعني أسألك سؤال لتنقلنا لمستوى آخر في الشركة لهذه الكتب يعني بعض هذه المواد البعض يقول ممكن أن يجدها على اليوتيوب شرح مفصل ويحكي له بالتفصيل وبالخطوات وبإمكان أنه يعيد الشرح أكثر من مرة كيف تختلف هذه الكتب عن الموضوعات والكتب الأخرى عن الكتب الأخرى أو المواد الموجودة على شبكة الإنترنت للعلم أنه أيضا صحيح أنه فيه هناك فيه قنوات في اليوتيوب تساعدك في عملية التعليم لكن يبقى أيضا الكتاب له دور كبير في عملية التعليم الموجودة فالكتب القرية الهندسية تتميز بخاصية أن فيها QR كود أنه ممكن عن طريق الهاتف ممكن أن تتحدد على صفحة معينة يوديك إلى صفحة في اليوتيوب يعطيك التجربة عمليا يعني هما الأثنين مع بعض طبعا هذه التقنية نادرة موجودة في الكتب العربية القرية الهندسية بهذا الجودة بيوجة عالمية هدفنا فيها أن نحن نمثل عمان من الجانب العلمي في محافل عالمية كيف وجدتم إقبال الطلاب والأطفال على شراء هذه الكتب الإقبال كبير جدا لدرجة أن هذا الكتاب نفسه نفذ على الكتاب نفسه فنفتخر اليوم نحن كقرية كقرية هندسية دخلنا بشراكة مثلا مع قسم المناهج في وزارة التربية والتعليم ودائما وقوله تقال في أن صناعة التغيير في أي مجتمع ليس فقط وظيفة جهة وحدة صحيح بلما أيضا وجود مثلا جوجل في أمريكا عبارة عن ميزة لجوجل مايكروسوفت موجودة في أمريكا نحن أيضا من ضمن الأهداف والطموحات لنا أن القرية الهندسية أيضا تساهم في صناعة التغيير في البلد فمن كذا عنا شراكة مع جامعة السلطان قابوس في مسابقات مع هيئة تقنية المعلومات مع وزارة التعليم العالي مع وزارة التربية في أعداد المناهج عندكم مشاركة؟ في أعداد المناهج لنا بأن شراكة في عدة مناهج مثلا قبل ثلاث أسابيع أقمنا ورشة لأكثر من 24 معلم تم إحضارهم لمسقط وتم تدريبهم بحيث أن يتم تطبيقها ونفتخر أن عمان من ضمن أيضا الدول اللي بدت تدريس البرمجة لطلبة المدارس فهد سعيد السيابي شكرا لك على وجودكم معنا وننتظر دائما الجديد منكم في مجال العلوم والتكنولوجيا شكرا لك يا فهد شكرا لك دكتورة وشكرا لكل المشاهدين ونسأل الله للتوفيق للجميع شكرا لكم شكرا لي مشاهدين لازلنا متواصلين معكم وضمن فقراتنا لهذا اليوم هذه الإطلالة إلى مكان خارج حدود مسقط في التعرف على حي سان جيرمان في باريس وحركته الثقافية في الأصل كان سهلا كان حقلا زراعيا واسعا وبداية التحول كانت مع بناء دير في الحقل حمل اسم موتران باريس سان جيرمان ثم بدأ بالتحول إلى منطقة سكانية صغيرة لم يتجاوز عدد قاطنية الستمائة نسمة في القرن الثاني عشر ولم يبلغ شهرته إلا في النصف الثاني من القرن الماضي حيث تحول إلى مركز للأدباء والفلاسفة ورجال المسرح والسينما والموسيقيين أحب كثيرا أن أتجاول في سان جيرمان دو بريب باريس الجو هنا خاص سحر الماضي باقي هنا وهو شيء غير موجود في بقية أحياء باريس أحب كثيرا أن أكون في المقى الذي هو خلفي الدوماغو أو الدفلور هكذا أستشعر روح المتقفين الكبار الذين كانوا يأتون إلى هذا المكان من أمثال جان فول سارتر وسيمون دوفوفا والسينماي الأخر الطليعي فرانسوا أيضا العديد من الصحفيين ورجال السياسة كانوا يزورون هذا المكان ولا أسماء كبيرة بعد هؤلاء الفلاسفة والفنانين علت من هذا الحي مع نهاية القرن الماضي وبداية هذا القرن استكانت أجواء مقاهي هذا الحي من صخب وعمق النقاشات الفكرية لكبار المثقفين وتفتحت أبوابها بدكورات تحمل إيحاءات الفخامة للقاءات الراحة التقليدية للطبقة الوسطى وما علاها بقليل بشكل عام سان جرمان كانت في الأساس وقبل كل شيء آخر الكتب والثقافة وهي اليوم محلات ألبسة وبنوق سان جرمان فقدت روحها تلك صحيح يوجد الآن أيضا المجوهرات لكن بالنسبة إلي ليست هذه سان جرمان سان جرمان دي بري تبقى بالنسبة إلي الحنين إلى جوليت كريكو أنها التاريخ بعد الحرب العالمية الثانية بالنسبة إلي هذه هي سان جرمان أما ما أراه اليوم الزينة البراقة لكن يشعدنا دائما أن نكون في هذا المكان تحول آخر مهم وراء تبدل حال حي سان جرمان يتعلق بالوضع الديمغرافي للحي فقد خلت بيوت كثيرة في مباني الحي من السكان لتتحول إلى مكاتب شركات ومؤسسات متعددة سان جرمان هي اليوم من دون أطفال قصة لا عينة تسكنها هي اليوم بينما يمكن وصفه بغالري المحلات التجارية والتحف المثقفون الطليعيون أصبحوا من الماضي حتى طلاب جامعة الصوبون قريبة من هنا لا يأتون إلى الحي لا 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 يسعدني هذا أبدا المتمسكون بالصفة الثقافية التي عرف في هذا الحي متفائلون دوما ويرون أن غياب إذاعد صيط كبار أسماء المثقفين من الحي لا يعني حقيقة غيابهم عنه لا في هذا الحي الكثير من الأدباء لكن المجتمع تطور نحن اليوم في عصر الهاتف الدكي ولوحات الكتابة الألكترونية الانفتاح على العالم بات عبر طرق أخرى بالتأكيد هناك مثقفون جدد في عالمنا لا شيء يموت سيكون هناك رسامون ومثقفون أعتقد بأننا لا نعرفهم بعد نشاهدين ونبقى في أروقة المعرض والزميل محمد زعدون عد لنا هذا اللقاء مساء الخير دكتورة ومساء الخير لكل المشاهدين الأكارم أينما كانوا يتابعون عبر تلفزيون سلطنة عمان قناة عمان الثقافية والقناة العامة ننقل لهم كل تفاصيل معرض مسقط الدولي للكتاب في هذه النسخة المميزة التي تحظى بمشاركة مختلفة واليوم ما شاء الله أيضا كونه اليوم أجازة يوم سبت وبالتالي هناك حضور كبير من مختلف الزوار مختلف الأذواق يحاولوا كذا يجولوا بين جنبات هذا المعرض كما نجول نحن بهذه العدسة لنقرب المشاهد الكريم من تفاصيل هذا المعرض بالنسبة لأخبار معرض مسقط الدولي للكتاب لهذا العام طبعا يوميا يشهد المعرض برنامج ثقافي متنوع اليوم طبعا في قاعة العوتبي أقيم لقاء حواري وأيضا محاضرة حول جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مجال تعزيز حقوق الإنسان في السلطنة وأيضا توقع خلال هذه اللحظات في قاعة ابن دوريت قراءات في الفن التشكيل العماني المعاصر لمرسم الشباب بالإضافة إلى التوقيع على إصدارات جديدة ومختلفة اليوم طبعا الكاتب سعود السنعوسي يوقع على كتاب فئران أمي حصة بالدار العربية للعلوم بقاعة الفراهيدي وأيضا يعقوب الشرياني يوقع على إصداره شمس البيان في الأحكام والأديان بمكتبة الغبيرة والكاتبة ميرا الزعابي أيضا توقع على كتابها والكاتب محمد الفطيسي يحتفل بتوقيع كتابه القراءة السياسية وأيضا فاطمة اللواتية وإصدارها الأبيض يمحل أسود بقاعة الفراهيدي هناك مجموعة كبيرة أيضا من الإصدارات في مختلف المجالات هذا ما نلاحظه اليوم طبعا كل يوم مجموعة من الإصدارات ومجموعة من التوقيعات التي تقدم لكل زوار هذا المعرض بالإضافة إلى المشاركات المختلفة والمتنوعة ومشاركات المؤسسات الحكومية والخاصة وهناك أيضا فرق تطوعية في مختلف المجالات تقدم لكل زوار هذا المعرض الكثير من الخدمات من ضمن هذه المشاركات برامج مبتكرة يستطيع من خلالها المكفوف القراءة هذه التجربة تقدم من خلال مؤسسة ذو الإعاقة البصرية نحن راح نقترب أكثر من هذه المشاركة مع تفاصيلها مع الفاضل عبد الحميد بن سالم الجرادي طابق ومشارك بالمؤسسة عبد الحميد قرب السلام عليكم يا عبد الحميد ويا مرحبا به بداية نتحدث عن المؤسسة تعرفنا على المؤسسة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد طبعا بلا شك أنا أشكر تلفزيون سلطنة عمان على إتاحة هذه الفرص الجميلة والتعرف المجتمع بشكل أكبر حول هذه المؤسسات وهي مؤسسات التي تعنى بشؤون ذوي الإعاقة البصرية في المعرض وغيرها من المشاركات الأخرى طبعا هذه المؤسسات هي مؤسسات ذوي الإعاقة البصرية معنية بخدمة ذوي الإعاقة البصرية وهي معهد عمر بالخطاب وجامعة السلطان قابوس وجامعية النور للمكوفين طبعا جاءت هذه المبادرة والمشاركة لمعرض الكتاب لعدة أهداف من ضمنها رفع مستوى المجتمع بمجتمع ذوي الإعاقة البصرية وأيضا التعريف الزائرين في المعرض الكتاب حول الأجهزة التي يستخدمها ذوي الإعاقة البصرية نتحدث عن البرامج التي تقدم لكم وأيضا للزوار التعريف إيش هي البرامج التي تساعدك في القراءة بلا شك هناك نوعين من البرامج أول برنامج معني بيدي أقرأ وهذا البرنامج يهدف إلى تجهيز وتهيئة المادة العلمية للمكوفين حتى يتسنى للطالب أو الشخص الكفيف قراءة المادة العلمية المطبوعة بشكل ميسر وبشكل آمن أيضا البرنامج الآخر البرنامج المعني اللي هو ببرنامج التعليم الأكتروني وهذا التعليم تكمن أهميته في تعليم الشخص المبصر طريقة إبرايل خلال فترة زمنية معينة وهذا البرنامج أو هذا الجهاز حضي باهتمام كبير وحصل براعة اختراع في دول الشرق الأوسط طيب هناك مجموعة من المكفوفين عبد الحميد تقتصر قراءتهم على الكتب السمعية إيش ممكن تنصحهم أنت طبعا أنا أنصح المكفوفين أن لا يتخلوا على الكتب السمعية وإنما يتجه إلى الكتب المقروعة وإن كانت هناك العديد من الوسائل كما أشرت من ضمنها اللي هو برنامج بيدي أقرأ هو طبعا مجهز ومهيئ لطباعة هذه الكتب عن طريق الأخوة والأخوات المتطوعين والمتطوعات عبد الحميد اللي يعرفه أنك طالب في جامعة السلطان قابوس أي تخصص وأي سنة؟ تخصص علم اجتماع والفصل الأخير بإذن الله تعالى يعني البعض أو المشاهد الكريم أكيد رح يقولوا أن هناك صعوبات كبيرة هل هناك صعوبات وكيف حتى اجتزت هذه الصعوبات؟ طبعا بلا شك أن أي تخصص أو أي مجال يدخل الكفيف لا بد من الصعوبات ولكن بالإمكان بتقديم الجهود من قبل هذه المؤسسات وتقديم العون للطالب الكفيف بإمكانه أن يتحدى هذه المصاعب بكل يسر شكرا لك عبد الحميد بن سالم الجراضي طالب ومشارك بالمؤسسة وهي مؤسسات بول إعاقة البصرية شكرا لك يعطيك العافية شكرا علي قابوس يعطيكم العافية على هذه الجهود أيضا هناك فقرات مختلفة ومتنوعة عبد الحميد خير ومثال نتمنى أنه كل مستمع لكل مستمعين عبر الأثير أو لكل من يشاهدون عبر تلفزيون سلطنة عمان أن يأخذوا من هذه الفكرة للتقدم نحو الأمام ونحو المستقبل الأفضل فقرات برنامج الفهرس مستمرة وهناك فقرات مختلفة ولقاءة حوارية مختلفة في برنامج الفهرس فابقوا معنا ألوان من الطبيعة في يوم ربيعي مشمس خرجت مريم مع أخيها خالد وقطهم المدلل مشمش للتنزه في الغابة القريبة من بيتهم شاهد منظرا طبيعيا خلابا كانت الأزهار زاهية الألوان هنا برتقالي وهنا أحمر وهناك أخضر أما الأشجار فهي خضراء نظرة وكان ماء النهر يترقرق عذبا أرادت مريم أن ترسم المشهد البديعة لكن لم يكن لديها الألوان ولا الفراش ولا ورقة للرسم فكر خالد وفكر ثم قال عصارة أوراق شجرة التفاح تعطينا اللون الأخضر وبتلات زهور النرجسي للون الأصفر وشقائق النعمان تعطينا اللون الأحمر قالت مريم إنها فكرة رائعة واللون البنفسدي من زهرة التليب الزرق وهذه الوردة الحمراء مع بعض قطرات من ماء النهر ثم أشار مشمس إلى صخرة مسطحة يستطيعون الرسم عليها قالت مريم يا لك من قط فطين يا مشمس حرك القط ذيله فرحا بدأوا بالرسم على الصخرة رسمت مريم الزهور والأشجار ورسم خالد السماء الزرقاء وبينما هم يرسمون إذا بقطرات المطر تسقط فأسرعوا بالعودة إلى البيت ولم ينسوا قطف بعض الزهور لأمهم وفي اليوم الموالي عادوا إلى نفس المكان وللأسف لقد محت الأمطار لوحتهم ولكن هذه المرة لم ينسوا إحضار أدوات الرسم مشاهدينا وعن صعوبات تحقيق المخطوطات يحدثنا الفاضل يعقوب بن هلال الشرياني صاحب كتاب أو عفوا الذي حقق كتاب شمس البيان في الأحكام والأديان مرحبا بك معنا يا يعقوب أهلا وسهلا فيك الكتاب الذي حققته وهو كتاب في الفقه للشيخ القاضي محمد بن علي الشرياني تعطينا فكرة عن الكتاب أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والصلاة على خير مسليم هذا الكتاب المسمى بشمس البيان في الأحكام والأديان هو عبارة عن أسئلة فقهية نظمية كان طلاب الشيخ يوقفون أسئلة للشيخ اللي كي يقاوم عليها الذي في الكتاب هو كان يعطي دروسا في الفقه هو كان يدرسه في قامع نزو القديم في القوانب الفقه في اللغة العربية وفي الكتب في المقال الدين والشرعي كان الطلاب يوقفون بالأسئلة لشيخهم عن طريق النظم فكان هو يوقيب أسئلتهم أيضا بالنظم أيضا من نفس القافية ومن نفس الوزان الشعرية عفوا هذا كان سنة كم؟ هذا هو جمع الكتب هو فترة طلبة كان يدرسهم تقريبا في حدود في الستينات وفي الخمسينات قبل النهضة المباركة وكانت العادة أن الأسئلة توجه بالنظم أم أنها كانت طريقة الشيخ في تعامله مع طلاب؟ الشيخ أدخل أسلوب جديد في التعليم على أساس أن الطالب يكتسب مهارة النظم الأبيات الشعرية ويخاطب بها الشيخ عن طريق الشعر وهذه كما يوقع أنه قلست مع أكثر من شخص طالب أنه هذه نظام ميزة قديدة لدخلها الشيخ في نظام تدريسي في الكتاتيب المعهودة طيب هذه الأبيات الشعرية والنظم هذا كان في مواضيع محددة أم عامة في مسائل العلم والفقه بشكل عام؟ المواضيع كانت نقول بشكل عام هي تطرقت إلى جانب فقه العبادات وفقه المعاملات والجانب العقدي وأيضا بكون الشيخ كان قاضي في الفترة الماضية كانت توجه له أحكام قضائية فكان هو يقاوب فيها قضية الشفعة وما شابها فيها كذلك في علم الميراث وعلم الفرائض فكان الشيخ أيضا يقاوب على هذه الأسئلة فهو بشكل عام كتاب حول جانب الفقه بشقيه المعاملات والعبادات وقانب العقدي وأيضا متعلق بقانب القضاء والعمل وأنت وزعتها حسب هذه الأبواب في الكتاب؟ أنا توزيع الكتاب كان باعتبار بأن المخطوطة كانت مبعثرة الترتيب يعني ربما السائل عبد الله مثلا يسأل سؤاله في أول كتاب وفي وسط الكتاب وفي آخر الكتاب فالعام اللي ضغفت به أني جمعت هذا الأسئلة كلهن يعني متتابعة لعبد الله متتابعة للسيف متتابعة نظمتها يعني؟ نظمت الأسئلة في حين أيضا نظمت الأسئلة للسائل ذاته على حسب الحروف الهيجائية للقافة الشعرية أو كيف زاوجت بين الطريقتين؟ يعني أنت نظمتها حسب الأبواب وفي كل باب؟ نظمت قبل السائل لأنه تقريبا أكثر من عشرين سائل فكانت أسئلتهم عن المتبعثرة سؤال واحي في أول كتاب وهي عبارة عن نظم القصيدة الأولى مثلا لعبد الله أول كتاب نلقاها ثم في وسط الكتاب وفي آخر الكتاب فالإضافة القليلة بأن جمعت هذه الأسئلة لعبد الله فقعدت متتابعة متسلسلة كل أسئلة عبد الله تكون واحد واثنين وثلاثة هذا اللي عبد الله حسب أسماء السائلين؟ حسب أسماء السائلين؟ وأسماء السائلين مذكورين بإسما كاملا يعني أو لا فقط بالإسم الأول؟ لا السائل موجود إسمه كامل يعني هذا توثيق لطلابه كذلك يعني ما يمكنهم طلابه؟ طلابه والقديد أني تقابلت مع الطلاب ووضعت لهم ترقومة وترقومة عن السائل وصورة شخصية له على أساس بأن السائل معروف معروف يكون أنت يعني عرفت به في الكتاب أيضا عرفت به بالكتاب ويعتبر حقه لأنه هو أثر فترة زمنية أثر قانب علمي ونشاط فكري جديد جميل رائع طيب دعني أسألك عن تحقيق المخطوطات الصعوبات التي واجهتها غير أنه المخطوطة كانت مباثرة يعني ما الصعوبات الأخرى في المادة الموضوعة في المخطوطة والتأكد من صحتها؟ يعني الصعوبات قبل كل شي أنا حاولت أني تقاوزتها بقدر المستطاع لكن لا يخلو أي عمل لأننا يعني الأشخاص السائلين لم يكونوا يعني من نفس الولاية من خارق الولاية بعضهم من صوب الباطنة ومن الشرقية فأضطر بأننا يعني أتكبد سفر لأسير أقابل هذا الشخص ربما أقده أو لا أقده ففي النهاية الحمد لله أنا وقت الأشخاص فوضعت لهم الترقمة أيضا بالصعوبات أنه المخطوط نقله إلى كتاب حرفي يعني الكتاب مخطوط هذا هو وحيل فقط لا يقول له مخطوط آخر للمقارنة نعم فكان القيد بأنه حاولت أن أبدأ القصارة قهدي وأكتب الكلمة وأرجع للسائل ذاته هل هي هذا الصحيحة هذا الكلمة ولا غير صحيحة وفي إجابات الشيخ كان عندك يعني مرجع ترجع له يعني القدير أن أنا كل طالب علم اللي سألوه الشيخ عرط له السؤال والقواب جميل فقال هو هذا السؤال وهذا القواب جميل كذلك يعقوب بن هلال الشرياني شكرا لك وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق في كتب قادمة بإذنه تعالى بارك الله فيه شكرا جزيلا دكتورة شكرا أحسنت أحسنت شكرا مشاهدين لازلنا متواصلين معكم وكما عودناكم في كل حلقة لدينا وقفة مع نص من النصوص المنتجة لدينا هنا محليا في السلطنة زميلنا محمد المهري يقف الآن مع أحد الكتاب ليبتعكم بنصره شكرا دكتورة لازلنا أيضا في مساءات معرض مصغط الدولي للكتاب في نسخته الحادي والعشرين عندما نتحدث عن هذه النصوص فنحن في أروقة هذه الرايحة الجميلة لهذه الكتب محمود درويش قال لا أريد لهذه القصيدة أن تنتهي ونحن نقول لا نريد لهذا المعرض أن ينتهي وهذه العناوين الجميلة في هذه الفقرة يصرني أن أصضيف شابة عمانية قاصة وكاتبة في البدايات أختارت هذا المنحة الأدبي وهو بعنوان القصة القصيرة جدا وهي خريجة كلية العلوم التطبيقية بنزوة وهي خريجة صحافة مساء الخير بشاير مساء النورسة محمد بشاير بنت حبراس السليمية شابة أخترتي أن تكون في القصة القصيرة جدا وهي أكيد زاوية أدبية تعنى أيضا بالقصة الأدبية بداية أحدثين عن بداياتك ولفي نفسك يمين كذا عشان يشوفوك أيضا في البرنامج بشاير متى بدأت؟ الكتابة بدأتها منذ زمن ليس بقريب ولكن القصة القصيرة بالذات ربما أنا كتبتها دون ربما أنا كنت أعرف أن توقت قصة قصيرة جدا توقت القصة السطر وغيرها لكن عندما كتبت نصا قصيرا لأول مرة وشاركت به في الملتقى الأدبي العشرين للشباب لفتتني لقنة التحكيم إلى أن هذه قصوصة أو قصة قصيرة جدا فكأنهم أناروا لي فتحوا أبواب المقال فبدأت بكتابة القصة القصيرة جدا طيب الآن بما أنه نعنونا هذه الفقرة لنصوص أنا والمشاهدين أكيد عاطشة أيضا لنستمع إلى هذه النصوص الفضلي النص الأول بعنوان رجل واحد صار عمرنا أربعين عاما ولم يعد أحد من الحرب لذلك اتفقنا صديقتي وأنا على أن نتزوج رجولا واحدا سنتزوج أول قندي يعود ولكنه حين عاد كانت يداه مقطوعة فألبستها أنا خاتم الزفاف وهي ألبستني بينما كان هو يقف بيننا ويبتسم النص الثاني بعنوان شال لم أسامح قط ابن زيراننا الذي نظف ذات مساء سيارته المتسخة بشال مفضل شال الذي لم أضع عليه مشبكا وهو على حبل الغسير خانني بعد أن كان مثقلا بالماء ورائحة داوني الزكية وطار إليهم من سطح المنزل نتمنى أن تطيري هكذا في القصة القصيرة وأن نلتقي فيك أكيد بشاير في أيام قادمة وأنت هكذا تكتبين هذه المفردة الغسينة وهذا السبك أيضا من الكلام الأديب الجميل وأن تكون أيضا اسم عماني جميل هكذا يتلالى في سماء الأدب العماني والأدب العربي إن شاء الله بشاير نتمنى لكل التوفيق ونتمنى دائما أن نلتقي أيضا بالأديب والكاتبة بشاير في قادم الوقت إن شاء الله إن شاء الله عسايا أن يكون كذلك ومن بشاير هكذا لازال معكم معزي المشاهدين في الفهرس وفي هذه التفاصيل المختلفة المسوعة العمانية هي مسابقة أكيد لبرنامج الفهرس مباشرة إلى الزميل محمد سعدون بسعيد ومحمد هكذا لازال أيضا لديه الكثير يقوله في هذه المسابقة محمد إلى المسابقة والفائزين بهذه المسوعة العمانية الثقافية الجميل إليك شكرا لك يا محمد وتحية طيبة لكل مشاهدين تحية لكل من ينضم لمشاهدة برنامج الفهرس ليتعرف أكثر على تفاصيل معرض مسقط الدولي للكتاب لهذا العام المسوعة العمانية هي الهدية المقدمة من برنامج الفهرس ومن الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لكل زوار هذا المعرض نقدم لهم في اليوم ثلاث موسوعات وأخرى عن طريق الرسائل النصية القصيرة وكالعادة كذا نحضر أسئلة خفيفة يستفيد منها المشاهد ويستفيد أيضا الفائز من هذه المسابقة نبدأ تفضل نبدأ معك طبعا السؤال أول شي مساء الخير تفضل هنا السلام عليكم نتعرف عليكم من وين خير عبد الكريم بالعلي بالحمود البحري مولاية العواب يا مرحبا يا مرحبا فيك يا عبد الكريم أولا بداية رح أسألك عن من هو الرواي الفائز بجائزة البوكر العربية عن رواية ساق البامبو هذه الرواية معروفة أنا رح أعطيك خيارين هل هو عبد الخال أو سعود السنعوسي أعتقد سعود السنعوسي أكيد متأكد قرأتها الرواية ولا لا لكن عندي بعض المعلومات عنه نعم نعم طيب فعلا هو سعود السنعوسي من دولة الكويت الفائز بجائزة البوكر العربية عن رواية ساق البامبو هذه الرواية التي تميزت وسجلت نسخ كثيرة وزعت على العالم مبروك أعطيك العافية شكرا لك أيضا إلى الضيف الآخر والمتسابق الآخر السلام عليكم ونمسيك بالخير وأول شي بدايا خليني أتعرف عليك ومن وين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير أيضا أخوك راشد بن محمد عبد الله الخروسي من رستاق أهل رستاق كيف شفت زيارتك للمعرض وين رحت إيش الكتب اللي أخذت إيش العناوين اللي أصريت أنك تأخذها معك ما شاء الله يعني تقولت بمختلف الأفرع بمختلف المكتبات سواء كانت حكومية أو خاصة أيضا زرت قاعة أحمد بن ماجد وتعرفت على الأركان الموجودة في القاعة وقلست مع ركن الطفل كثيرا لأن الأطفال هم عماد هذه الأمة ووقفت كثيرا مع أدب الطفل جميل هذه الزيارات وجميل هذه الخيارات هنا في هذا المعرض لهذا العام سؤالك يقول أحد مجالات الفنون الأدبية لجائزة سلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب لعام 2016 هل هي الرواية القصة أم الشعر؟ عندناك سؤال مرة أخرى أحد مجالات الفنون الأدبية لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب لعام 2016 الرواية القصة الشعر؟ الرواية إن شاء الله أكيد سبحان الله أنا ما عرف ليش كل الناس متأكدين كذا يعني خلاصة ثبت الرواية؟ ثبت الرواية أنت خطابك يوحي بالتأكد يعني من كذا أنا متأكد جميل إذن هي الرواية أحد مجالات الفنون الأدبية لجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والأداب لعام 2016 ومبروك عليك الموسوعة العمانية شكرا لك شكرا جزيلا لكم وعلى الإضافة شكرا أعطيك العافية إذن هذا هو الهدف من هذه المسابقة إهداءات الموسوعة العمانية هذا المرجع العماني هذا المرجع ليحتوي الكثير من الأبواب وكثير من المجالات ليتعرف عليها العماني وأيضا لكل الزوار جميل إنه الواحد يقتني أيضا الموسوعة العمانية إذا ما لاحظ يفوز معنا يقتني هذه الموسوعة من ركن الموسوعة العمانية هنا بكل يوم متواجدونهم وأيضا نحن نقدم الموسوعة العمانية بشكل يومي لكل زوار هذا المعرض وأيضا لكل مشاهدين عبر تلفزيون سلطانة عمان ما عليهم إلا أن يرسلوا عبر الأرقام التي ستظهر عليهم بعد البرنامج وجواب على سؤال فقرات برنامج الفهرس مستمرة ولكن بعد الفاصل إذا كانت الكتابة هي جسد الكاتب فإن القراءة هي روحه القراءة هي الجزء غير المرئي منه ولكنها تحضر وتتمظهر عبر وعي الكاتب والقراءة لغير الكاتب هي روح أيضا وذلك لأن القراءة هي الوعي بمختلف مستوياته بدأت القراءة منذ بدأت الحياة لأن الحياة كتاب بيولوجيا بدأت القراءة مبكرا جدا في الطفولة وما زلت أقرأ لكي تستمر جمرة المعرفة مشتعلة في الروح أقرأ لكي لا يتوقف عقلي عن النمو القراءة هي الوعي القراءة هي مصباح البصيرة لكي ترى الأمس واليوم والغد أقرأ لكي أكون أقرب إلى تخوم التجربة الإنسانية وذلك لأن الكتاب يمنحك فرصة الاتصال بأقصى ما يبدعه البشر في كل زمان ومكان القراءة ينبغي أن تكون مشروع حياة نقوده بكل حكمة وصرامة وذلك لأن ما نقرأه في بدايات وعينا ليس هو ما نقرأه في مراحل متقدمة علينا أن نراقب وعينا عن كثب وهو ينمو ويكبر وذلك لكي نغذيه بطاقة متقدمة في كل مرحلة الوعي هو مادة تنمو وتتعقد باستمرار والقراءة أحد عواملها المهمة جدا شاهدين ضيفنا التالي ضيف مميز لا زال في عقده الثالث وقد أخرج ثلاثة روايات إحداها وهي الرواية الثانية ساق البامبو فازت بجائزة البوكة العربية وكان أصغر رواي عربي يفوز بها وفي عام 2015 وقع روايته الثالثة والتي وصفت بالرواية الاستشرافية فئران أمي حصة ضيفنا لهذا اليوم الروائي سعود السنوسي مرحبا بك معنا يا سعود يعني زخم جميل وثلاث روايات وراء بعض اثنان منها حققان نجاحا جماهيريا الحمد لله الحمد لله سعيد بذلك أكيد يعني في تجربة المتواضعة وفي سني الصغيرة جدا أني ألقى هذا القبول هو لا شك أمر كبير جدا بالنسبة لي والحمد لله واتمنى أني أستمر وأني أكون على قدر ثقة القار من أقبال القراء واضح أن لك جماهرية كبيرة وأنك تشتغل على مواضيع تشدهم دعنا نبدأ بالموضوعات التي تناولتها في كل الروايتين سواء رواية ساق البامبو أو روايتك الأخيرة أنت اشتغلت على قضايا كبرى اجتماعية وسياسية تجري في الكويت أو تهم الكويت تحديدا في ساق البامبو طرحت موضوع الهوية وفي روايتك الأخيرة طرحت موضوع الطائفية هل يحاول الرواي تسليط الضوء أم تغيير الواقع؟ السؤال أني أنا أكتب بالدرجة الأولى عن ما يشغلني لذلك ربما ارتبط أن سعود السنعوسي يكتب الأدب ما يسمى الأدب الملتزم أو الأدب المرتبط بقضايا ولا أستخدم الفن لأجل الفن ربما في وقت لاحق حين أشعر بأني قلت ما لدي أو ما يقلقني أو الأسئلة التي تقلقني ربما أتجه إلى مكان آخر في ساق البامبو تحدث عن الهوية عن علاقتنا بالآخر في فئران أمي حصة بشكل أو بآخر أيضاً هوية بالنهاية الطوائز تشكل جزء من تكوين التقافي وهوية المجتمع بالضبط في ساق البامبو علاقتنا بالآخر في فئران أمي حصة علاقتنا بنا على حيث أضيق وأن بدت الرواية أنها محلية جداً كويتية إلا أنها ممكن تعكسينها على أيديها والعربية صحيح وهذا ما قد قيل عنها أن موضوعها أصلاً لا يخص الكويت وحدها بالضبط صحيح هو موضوع بدأ ينتشر في كل العالم العربي صحيح صحيح أتصور أن أغلب مشاكلنا بسبب الهوية والهوية المختلفة والآخر وكيف ننظر إلى الآخر الآخر اللي منه فينا والآخر البعيد كيف ننظر إلى أنفسنا إلى أنفسنا بالضبط أتصور أغلب مشاكلنا لم تكن كل مشاكلنا لهذا السبب دعنا نقف عند هذه النقطة وكيف ننظر إلى أنفسنا في روايتك ساق البامبو وأنا أوجه لك هذا السؤال لأن هناك من قال بأنك متشائم في نهاياتك يعني بطل الرواية عندما كان يتابع المباراة ووقف عند موضوع التعادل وأقال أنا تعادلت الآن ورضى بهذه النتيجة على أنها تعادل بين فريقين هما فريق الفلبين وفريق الكويت لكنه تعادل وهمي في النهاية لأنه التعادل لم يحدث لم يحصل منتخب الكويت الوطني هو المغلب في النهاية لكن هو وقف عنده يعني هو تخيل أنه هذه النهاية هذا الواقع الذي أريده وإذا أسقطنا ذلك على حالة البطل في صراعه بين هويتين هو لم يستطع أن ينتمي لإحداهما دون الأخرى دون الأخرى حتى نهاية الرواية نقول ولا نقول حتى نهاية الراوي وهو زي لا يزال حيا فلنقول لا ندري ربما تغلب ربما عاد إلى الكويت نهاية الرواية هو أراد أن يحقق شيء من هذا التعادل يعني هو وجد نفسه حينما يعني سجل وانتخب الكويت هدفا بأنه سعيد وحزين من أجل الفلبين وحين سجل المنتخب الفلبيني هدفا أيضا سعيد من أجل الفلبين وحزين من أجل الكويت أغلق التلفاز الأمر ليس لأنه متشائم لأنه يريد أن يقف عند نقطة يشار فيها بسلام يشار فيها بسلام بسلام نفسي إلى أمر آخر أنه هناك أمر فني في الرواية أنا لا أريد أن تنتهي الرواية في فوز منتخب الكويت الوطني أو فوز كفة على كفة أخرى كأنني أوجه القارئ إلى نهاية معينة فأنت يا قارئ أبحث من الذي فاز بالفعل فهي مباراة حقيقية يعني أنا لم أبتدعها اكتفيت بأنه عند التعادل وقبل أن تتهي المباراة لم يعد يتعب نعم نتيجة المباراة لحظتها لم تكن مهمة المهم كان الصراع الذي يدور في بالضبط هي تمثل الصراع هو زي صحيح؟ إذن ننتقل إلى روايتك الثالثة وليست الثانية الثالثة فئران أمي حصة وفئران أمي حصة تناولت موضوع الطائفية وأنت ربطتها بابتداد تاريخي أو واقع جعلت لها واقعا لم يكن واقعا أساسا التي استمدتها من عمل تلفزيوني واستلهمت شخصية موجودة فيه شخصية فؤادة المفترض أنها كانت في مستشفى للمجانين وكانت تهذي وتحذر من الفئران القادمة سؤالي هنا هذا الربط مع هذا العمل هل لأنه بالفعل واحد أصبح جزء من تكوين هذه الأعمال أصبحت جزء من تكوين الشعب الكويتي المعاصرة الشباب المعاصر جزء من ثقافتهم أم لأن الموضوع هناك يرمز إلى أن القهر والظلم كان هو ما أنتجت طائفية صحيح كلاهما طبعا أولا لأن هذه الشخصية مؤثرة بشكل أو بآخر ليس في الكويت بل في الخليج مسلسل على الدنيا السلامة أو محظوظة ومبروكة كما نعرفها كنا متابعين له هنا كنا متابعين في الخليج بالفعل الأمر الآخر أنه يخدمني تيمة الفئران في الرواية فئران أم حصة وفئران فؤاد عبد العزيزة التي كانت تحذر منها طيلة المسلسل كما أن هناك الكثير من الرموز بين المسلسل والعمل الروائي التي لم تأتي بشكل مباشر يعني نهاية على الدنيا السلام كانت محظوظة ومبروكة تجريان هربا من الفئران وفي فئران أم محصة في النهاية البطل وصديقة كانوا يجريان أيضا هربا من لا أقول فئران بمعناها الفئران كما جاء في المسلسل إنما هربا من ظلم الطائفية خدمني العمل كثير رغم أن البعض انتقدي يعني العمل الكويتي طب شو دم بالقارئ المصري لا يعرف عن محظوظة ومبروكة أو فؤاد عبد العزيز أنا لا أريد من المسلسل إلا ما ذكرته يعني هو ليس بحاجة لأنه يتابع المسلسل أتصور أنه خدمني كثير ربما أنتم حت لذلك في الترويج الذي سنشاهد الآن لقطات منه أظن حامد أعدلنا بعض المواد الفيلمية حامد أخوة المسلمون التم شملنا عمر عمر أحبو الناس من الطاعون أهاتي شو السال بصاية أهاتي 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 وادة عبد العزيز مدرسة إلا هذا الترويج الذي استخدمه الترويج للرواية وربما هو كان طريقتك للتعريف الآخر بموضوع بموضوع الثيمة التي استخدمتها في الرواية يعني هو وأن الكثير اعترض على مسألة الترويج للأدب والترويج للرواية وجهات نظر أحترمها بكل تأكيد هي فرصة قبل أن ينزل العمل الذي كنت متكتمن عليه ولا أحد يعرف موضوعه أيضا الفيديوات التي انتشرت قبل صدور الرواية أيضا لم تحكي ما تقوله الرواية هي تبث في سبع وثمان كلابات رموز يعني للقارئ يعني والمتلقي عن ماذا تتكلم الرواية أتصور اليوم نحن يعني في الفضاء المفتوح هذا يعني حتى النص الأدبي ممكن تشتغل عليه شغل جديد يعني بأن يكون هناك نص موازي ما شاهدناه الآن هو نصا موازيا يعني في بعض الأمور ظهرت في الرواية أمور ظهرت رمزا ممكن تشوفها في الفيديو في أمور لم تظهر ألا مسألة النص الموازي خارج الرواية مثل فيديوهات أيضا الحسابات التي ذكرت في الرواية حساب أولاد فؤادة الجماعة الناشطة يعني الوطنية حسابها في تويتر موجود فعلا يعني ويشتغلون فيه ولديهم قناة على اليوتيوب وهي موجودة نعم أتصور هي فرصة وأتوقع أن نوع من التجريب يعني اليوم كثير أمور تخدمك يعني خارج النص ويكون مثل بمثابة النص الموازي يعني سعود رغم الاحتفاء بالرواية من قبل النقاد ورغم الجماهرية التي لاقتها ويعني الناس أقبلوا عليها إلا أن هناك نقاد كانت لهم وجهة نظر بأن الرواية سطحت موضوع الطائفية لأنه تناولت العديد من المواضيع حرب الخليج وسياقات تاريخية وكان هناك استعجال من قبل سعود في إصدار الرواية ولم يحضر لها كافيا هالمواد لم يحضر لها كافيا ويشتغل عليها بشكل كافي ما تعليقك على أنك وجهة نظر يعني أنا لا أستطيع يعني ناقد الذي يختلف معي أو الذي يهاجم الناس أو الذي يقنعني أو الذي حتى لا يقنعني الذي حتى أشعر أنه يتجنع على الناس لا أستطيع يعني أن أحمل عليه يعني بالنهاية رجل أو امرأة يعني ناقد أو ناقد اشترى هذه الرواية 440 صفحة وتجشم عناء قراءتها أحترم هذا الأمر لكن أختلف معايا يعني مسألة الذي إذا في ناقد قال أني استعجلت يعني رواية عملت فيها تقريبا ثلاث سنوات إلا شهرين أو ثلاث شهور مسألة لما أقول ذكرت فيها الغزو وذكرت فيها تفجيرات المغاية الشعبية وذكرت فيها الحرب الإيراني العراقية إذا كان موضوع الرواية عن الطائفية فيجب أن أوليك لا يمكن فصلوا عن هذه السيافات كيف وصلنا إلى هنا نعم من 79 الثورة الخمينية ضد الشاه ثم الحرب الإيرانية العراقية كيف إحنا تغيرنا ككويتين صرنا ننظر إلى هذا الشيعي وهذا السني ثم الغزو العراقي ثم حرب حسن نصر الله على إسرائيل في 2006 وكيف نسينا في هذه الفترة شيع وسني كل الناس أصبحت تشيد في هذه العمليات يجب هذه الأمور أن تذكر هي ليست مقحمة هي في نوع من الوحدة الموضوعية الاستعجال يعني يريت أنه كان فيه نقد واضح استعجلت لأنه أنت قلت كذا ولا ينبغي أن تقول هي أغلب الكلام كان في العموميات يعني لذلك أنا أشعر أنه ما عندي رد لأنه لم أأخذ شيء واضح حتى أرد عليك على كل أن يعني في النهاية العمل قابل للقراءة بعدة طرق طبعا يعني هذا أفضل ما قيل بأنه أنا أتفق تماما مع الرواي الكبير أرهان باموق حين يقول أنه العمل أدبي يستمد قيمته من اختلاف الأراء يعني بين الناقد والكاتب والقارئ أيضا ما فائدة عمل يعني الكل يمدحها أو عمل الكل يذم فيه يعني بس لما تشوفين هذا التلقي الحالة الغريبة بين مع ناس فرحانة بالعمل وناس منزعجة جدا من العمل وتراه أنه عمل سيء جدا هذه حالة صحية بشكل أبيعا سعود سنعوسي عفوا شكرا لوجودك معنا بودنا أن نستبقيك أكثر لكن نريد أن أعطيك فرصة لتتجول أيضا في مسقط قليلا شكرا لك الله يخليكم سعيد بوجودي في مسقط وأتمنى أن تكرر زياراتي وشكرا لحفاوتكم ويعني أنا سعيد جدا هذا بلدك ثاني دون رفوف ودون أمين مكتبة بهياته الوقورة وصوته الهادئ وأسلوبه الرصين عادة تمتد المكتبات الافتراضية الإلكترونية عبر الفضاء الواسع للإنترنت مشرعة أبوابا أوسعا للمعرفة أعتقد أن الوقت قد حان لتأسيس مكتبة افتراضية مختصة بالواقع المحلي العماني ولكن ماذا يعني أن تكون لدينا مكتبة افتراضية نحن ندرك الآن بأن الكتب أصبحت افتراضية بشكل موازي للكتب الواقعية يعني من خلال التحميل من خلال عندنا الأمازون من خلال نهيب الفورات من خلال كل هذا المواقع فالكتب تحولت إلى افتراضية بالتالي عندما نفكر في خيام مكتبة افتراضية بشكل عام بمعنى أنها غير مختصة بواقع معين معنى أنه نقول أن هناك منافسين كثر وأننا نقول هؤلاء المنافسين يستخدمون تقنيات كثيرة وتقنيات مختلفة وأيضا لهم بالمقابل لهم متابعين كثر لكن عندما نقول بأننا ما مكتبة افتراضية مخصصة للواقع المحلي فهنا نقول بأننا ننشر المعرفة المعرفة المحلية على النطاق أوسع نحن في عمان نعاني من شح في الحقيقة شح المكتبات اللي هي المكتبات البوكشوب بعيدا عن المكتبات اللي هي سواء في الجامعة الأكبر أو المعرفة أو مكتبة الجامعة هذه المكتبات تبقى نخبوية أو لو محدودة إلى حد ما لكن عندما نؤسس مكتبة واقعية وفي المقابل مكتبة افتراضية فإننا نحن نضع الآن ما نشبه لأننا المتلقي وضعنا له أكثر من نمط وصول في السلطنة بدأ مؤخرا هذا الاهتمام بنقل البحوث والمكتبات من محفوظات في الغرف والمخازن والبيوت أحيانا إلى مصادر متاحة على مواقع المكتبات في الإنترنت لكن رغم ما يبذل يبدو المتحقق واقعا قاصرا عما يمكن أن يحقق الجامعة وقصور النسخ الإلكترونية لرسائل الماجستير ودكتوراه إضافة للجهود المؤسسية ظهرت المبادرات الأهلية لتجمع بعض شتات الكتب في أيقونات افتراضية المخطوطات محدودية وجود المكتبات الإلكترونية محليا لا يعني إطلاقا أنها لن تلقى انتشارا فالمكتبات الإلكترونية تبقى مساحة وعدة لحفظ الكتب وسهولة تداولها مشاهدين متواصلين معكم ونبقى الآن مع فقرة الأسئلة الموجهة للجمهور والزميل محمد المهري شكرا دكتورة عزيزة المشاهدين وهكذا ما تبقى من برنامجكم الفارس نأخذكم مباشرة إلى المسابقة وسؤال اليوم ما هو البرنامج الذي يعنى بتفاصيل معرض مسقط الكتاب في نسخة الواحد والعشرين من خلال هذا العام هل هو الفهرس أم المحتوى أم القلم ضيفي هو المتسابق محمد العزري خريك كليت العلوم الشرعية السلام عليكم محمد السلام ورحمة الله وبركاته محمد سؤالنا سهل جدا أكيد سهل ما هو البرنامج التلفزيوني الذي يعنى بتقطية فعاليات معرض مسقط الدول الكتاب في نسخة الواحد والعشرين هل هو الفهرس أم المحتوى أم القلم تقيقة مات أبعتي الآن بس توقع القلم نعطيك فرصة أخيرة محمد لازال خيارين معك الفهرس أم المحتوى الفهرس الفهرس إذن إقافتك سعينا نحاول بقدر الإمكان عزيزي المشاهدين أنه ما حد يطلع منه خاسر محمد طبعا نفست معنا بيئة الموسوعة العمانية في 11 جوزة طبعا عشر أجزاب فيها تفاصيل التاريخ العماني والثقافة والتراث العماني ونسخة 11 هي نسخة شارحة مقدمة من الهيئة العام لذاعة والتلفزيون شكرا محمد عزيزي المشاهدين كذا فاز معنا محمد العزري بالموسوعة العمانية من خلال مسابقة اليوم ننتجه مباشرة إلى مسابقة الاسمس السؤال كان ما اسم الكتاب الذي كان في أصول الشريعة وفروعها الذي ألفه أبو جابر محمد ابن جعفر الإزكوي عنوان الكتاب فقط هو الإجابة الصحية كانت الجامع لابن جعفر مباشرة إلى رقم الفائز الرقم 9-5 6-5-5 2-8-6 نعيد إذن صاحب الرقم هو 9-5 6-5-5 2-8-6 إذن الفائز فاز معنا بيئة الموسوعة العمانية وقدم من الهيئة العامة لذاعة والتلفزيون من خلال برنامج الفهرز نتمنى دائما كل التوفيق لكل مشاهدين الذين تابعونا في الفائز مباشرة إلى ختم الحلقة وزميلة دكتورة لم يعيليك الكلمة ميا شكرا لك يا محمد شكرا لك ونتواصل المشاهدين مع فقراتنا ضيفتنا الأخيرة لهذا اليوم هي أجمل ما يمكن أن نختم به حلقتنا عرفتها الساحة الشعرية منذ كانت طالبة في سنواتها الأولى بالجامعة وصفت بأنها تفيض بالجمال والثقافة ووصف شعرها بأنه ينبض موسيقى رغم حزنه مرحبا بك معنا عايشة السيفي يا أهلا وسهلا في جيمة الساحة الخير دكتورة وسعيدة بلقائي اليوم معك عايشة رغم أنك في البداية كنت متحفظة ومترددة في موضوع النشر وأخذت وقتا إلى أن نشرت لكن بين البحر يبدل قمصانة وأصدارك الثاني الآن أحلام البنت العاشرة نرى أنك وصلت المسألة ووصلت موضوع النشر فهلق تناتي أخيرا؟ الإصدار الثاني يبدو أقل وطأ أنا وعنما الإصدار الأول كان تجربة مرعبة بالنسبة لي أنا كنت لا أنام ليالي وأنتظر حروج الكتاب إلى النور وكنت متوجسة جدا عندما كنت أفكر كيف سوف يستقبل القراء المجموعة الأولى بينما المجموعة الثانية كانت نوعا ما أقل وطأ وكنت أشعر أنه لدي مساحات في الاشتغال عليها وهي كانت جاهزة من 2014 وشعرت أنه أخذت وقتي في مسألة أنه إحراق بعض النصوص إضافة بعض النصوص الاشتغال على نصوص أخرى لحد تقريبا قبل أسبوع من طباعة المجموعة أنا كنت أغير فيها هنا وهناك فكانت المسألة أيضا بالنسبة لي مقلقة جدا ولكنها كانت بالتأكيد أقل وطأة من المجموعة الأولى أنا سألك أسئلة تعتمد على حوارات سابقة أنت أجريتيها على حوار إذاعي أنت أجريتيه لأني أريد أن أكمل من حيث بدأوا نحن الآن نوثق لعائشة في مسيرتها الشعرية شكرا كنت تتحدثين سابقا في مجموعتك الأولى بأنك كما قلت الآن أحرقتي مجموعة من القصائد وذكرت جملة هكذا أن القصائد التي لم أقتنع أنها تمثلني الآن لن أضعها في كتابها هل يمكن أن لا تمثل القصيدة شاعرها في وقت ما؟ أنا أؤمن بمقولة قالتها صديقة صديقة مونة إسليمي أنه تكفر القصيدة ولا يكفر الشاعر الشاعر لا ينبغي إسقاط النص على كاتبه الشاعر لا يجب أن يفسر النص ولكن أنا أعتقد أنه الفكرة أنه هي تمثل صاحبها من ناحية أنه تمثل النمط الذي يكتب فيه المدرسة التي يتوجه إليها الأدوات التي يستخدمها ليس تحديدا فكرة النص والصور الشعرية فيه ولكن الأدوات التي يستخدمها هو كشاعة لأنها تختلف مع التقدم في السن ونضج التجربة الشعرية له تختلف النصوص أنا أشعر أيضا أن نصوص المجموعة الثانية تشبهني أكثر من نصوص المجموعة الأولى هناك نصوص في المجموعة الأولى الآن لو سألتين أقول لك غير مقتنعة بوضعها في ذلك الكتاب بينما كنت في فترة من الفترات مقنعة تماما وكنت أشعر أمامها بحب شديد كنت أشعر بحب شديد تجاه نصي بينما فقط هذا الحب لاحقا هذا طبعا شيء طبيعي أعتقد مع فكر تغير مسارات الحياة ومسارات الكتابة التي يتبنىها الشاعر دعيني إذا نلقي قليلا على أحلام البنت العاشرة وأنت أيضا في هذا الديوان كما في الديوان السابق قررت أن تضعي العنوان من عنوين القصائد أحد القصائد الموجودة في الكتاب فلماذا عنوان أحلام البنت العاشرة؟ أحلام البنت العاشر لأنه أنا ترتيبي في العائلة العاشرة أنا البنت العاشرة لوالدي وأما أحلامي فلن أسلفة في الحديث عنها سوف أتركها للقار تحديدا لا يمكن أن أختم هذا اللقار رغم أنه يستعجلوني بدون نص منك يا عائشة سوف أقرأ نص الوحيدون النص هذا ترجم قبل فترة الألمانية وسعت باختياري جدا فربما أعتقد أيضا قد يروق المستمع أيضا الوحيدون لا يلتقون سينشغلون بأقرب نوبة حزن تمر ويستسلمون لما كتبته الحياة لهم والتفاصيل والذكريات الصغيرة والآخرون فلا هم وقوف على ضفة الناهر أو عابرون ولا زاهدون إذا هاجمتهم صفات الكلام ولا مشتهون عائشة سيفي هذه الأبيات أجمل ما يمكن أن نختم به أمسيتنا لهذا اليوم شكرا لحضورك معنا وأعزائنا المشاهدين أمسيتكم ختامها شعر ونلقاكم وغدا بإبهي تعالى شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة